بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تكلمنا في الحلقة الماضية حول أن هناك صراع ثقافات في عالم اليوم والصراع قائم على أشده بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية نتكلم اليوم حول معلم من معالم الثقافات وكيف يمكن أن يتحول هذا المعلم إلى نقطة مضادة لو استفيد منها بشكل مضادة الكلام في هذه الحلقة حول الشعارات أو ما نعبر عنه بالعبارات المعلبة وقبل أن نذكر التفاصيل نذكر مقدمة مختصرة وهي أن الإنسان حينما يولد لا يحمل أي تفكرة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أدوات للتعلم السمع الأبصار الأفئدة فالإنسان عبر السمع والبصر ينقل المعلومات إلى فؤاده إلى عقله إلى دماغه وتتكون لديه بالتدريج الأفكار طبعا الطفل يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه الجو الذي يحيط به الطفل كالمسجلة يسجل جميع ما يسمع وجميع ما يرى ثم يحاول أن ينفذ ما سمعه وما رآه فتتشكل اللبنات الأولى لفكر الإنسان في مرحلة الطفولة البيت البيت الصغير ثم المجتمع وقبلها الأسرة والقبيلة والمدرسة والجوء الذي يعيش فيه هذه هذه الأمور تشكل اللبنات الأولى لتفكير هذا الطفل وهذه اللبنات تبقى معه عادة إلى نهاية حياته خياته فتنمو هذه الأفكار تدريجيا مع نمو الطفل الطفل حينما ينمو ينمو جسديا وينمو فكريا أيضا فكما تنمو أعضاؤه كذلك تنمو أفكاره وهذه الأفكار تشكل مخزون أساسي إذا نريد نعبر بتعبير آخر تشكل البنية التحتية لتفكير هذا الإنسان ولنمط حياته ولممارساته العملية ولذا يقولون من شب على شيء شاب عليه يعني إذا الإنسان في صباح وفي صغره كبر على شيء قد يكون هذا الشيء فكرة وقد يكون ممارسة عملية شاب عليه ولذا من الصعب جدا على الإنسان أن يغير نمط تفكيره في كبره ومن هذا الاتجاه هناك تركيز في المصادر الدينية على الصغار على الأولاد في الروايات والأحاديث الشريفة الواصلة إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هناك حث شديد على تربية الطفل تربية سليمة وصحيحة وجعل الفكرة بطريقة تكون سليمة يفكر بشكل سليم ويكون مخزونه الفكري بشكل سليم حتى بين قوسين نذكر أنه في التعاليم الدينية وفي الأحاديث المرأة الحامل يستحب لها أن تقرأ القرآن كثيرا أن تقرأ الأدعية لماذا؟ لأن هذه الأدعية تؤثر في هذا الطفل وبعد أن يولد هذا الطفل بمجرد أن يولد يستحب قراءة الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى يعني من اللحظة الأولى هناك قبل تكوينه بعد تكوينه في مراحل تكوينه هناك التفات لكي يتلقى الأفكار السليمة الصحيحة زي هذه الأفكار كثير من الأحيان أفكار متشعبة متجذرة ولكن يمكن أن تكون هناك عبارة واحدة هذه العبارة الواحدة تختزن كل تلك الفكرة تختزن كل تشعبات تلك الفكرة نشاهد أن الإسلام في تربية للمجتمع ركز على هذه الشعارات على هذه العبارات المعلبة وقبل ذلك ركز على أن تكون هذه العبارات تعكس الأفكار السامية السليمة مثلا الآن نذكر بعض النماذج من الشعارات الإسلامية الأذان هذا النموذج الأول نحن في كل يوم نسمع الأذان مرات متعددة ولعل الإنسان في اليوم الواحد يسمع الأذان عشرات المرات لأنه في بعض الأحيان حينما يحين الوقت من المساجد المختلفة بعض المساجد أسرع بعضها أبطأ وفي وسائل الاتصال اليوم وسائل الاتصالات من تلفزيون وإذاعة كثير من الأحيان يحين الوقت الأذان في منطقة اللي حسب تلك المنطقة الإذاعة أو التلفزيون أو الفضائية تبث الأذان فالإنسان عشرات المرات لعله في اليوم الواحد يسمع الأذان ما هو الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة طيب النصارى مثلا أيضا لهم إعلام لكن هذا الإعلام متمثل في الناقوس جرس كبير يدق لكن الإسلام جعل هذا الإعلام عبارات هذه العبارات شعارات تتضمن الإسلام كله بحيث أن الإنسان كلما يسمع هذه العبارات ذلك المخزون يتركز فيه أكثر وأيضا يظهر ذلك المخزون مثلا الأذان يتضمن على التوحيد يتضمن على النبوة والولاية يتضمن على المعاد حيّ على الفلاح ما يفلحك ما هو سبب فلاحك الدنيوي والأخروي أيضا حيّ على خير العمل أفضل الأعمال التذكير بالله سبحانه وتعالى التذكير برسوله التذكير بأوليائه التذكير بالعبادات التذكير بالصلاح التذكير بالفلاح التذكير بالخير وقبلها التذكير بالتوحيد وبالله سبحانه وتعالى وببعض صفاته عز وجل هذا أذان شعار يختزن الإسلام كله عندما تسمع الأذان أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله يتركز في ذهن كل من يسمع هذا الأمر من المسلمين النبوة وغير المسلم إذا كل يوم أيضا يستمع إلى ذلك يؤثر فيه يؤثر في قرارة نفسه يؤثر في نبط تفكيره بالتدريج وكثير ممن أسلموا إنما كان إسلامهم نتيجة لأمثال هذه الأمور يعني الإنسان عندما يغير دينه هذا القرار صعب في حياة الإنسان لأنه قد يقطعه من مجتمعه قد يقطعه من كثير من ارتباطاته قد يقطعه بتاريخه بعاداته فقرار صعب وحادثا الإنسان غير مستعد للدخول إلى القرار الصعب إلا إذا كان هناك تمهيد قد يكون التمهيد طويل يعني الأذان الأول في مثالنا ما أثر فيه الأذان الثاني ما أثر فيه الأذان الثالث ما أثر فيه ولكن آلاف المرات يستمع إلى الأذان هذا بالتدريج يؤثر فيه وأي تأثير أكبر وأي كلمة أكثر تأثيرا من كلمة الله أكبر مثلا فبناء على ذلك نجد أن الإسلام ركز على الشعارات التي ضمن تشريع خاص جعل هذه الشعارات تطرق سمع المسلم وغير المسلم في كل يوم فبناء على ذلك نشوف أن هذا الشعار لكن يختزن فيه الإسلام المبادئ الإسلامية العقائد الإسلامية الممارسات الإسلامية هذا مثال مثال آخر الصلاة الإنسان عندما يصلي نحن نأخذ من الصلاة مقدار شاهدنا وهو الشعار الذي يختزن الفكر والثقافة التي تشكل البنية التحتية لكل إنسان الصلاة مثلا فيها سورة الحمد جزيلا مخير يجوز له أن يقرأ سورة الحمد وعلى بعض رأي بعض الفقهاء يجب أيضا في الركعة الثالثة والرابعة لكن مشهور الفقهاء التخير في الركعة الثالثة والرابعة وسورة الحمد ماذا تتضمن؟ أيضا سورة الحمد تتضمن الإسلام كلها لأن فيها التوحيد فيها المعاد فيها الدين فيها أولياء الله الصالحين صراط الذين أنعمت عليهم فيها التحذير من أعداء الله وأعداء رسوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين غضب الله عليهم وهم أعداء الله ولا الضالين الذين ظلوا الطريق فهذه السورة المسلم يقرأها في كل يوم مرات متعددة هذه السورة تختزن الإسلام كله التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد واتباع الصالحين والابتعاد عن غير الصالحين وما إلى ذلك لماذا يجب على المسلم قراءتها؟ كل يوم مرات متعددة بعدد كل صلاة واجبة مرتين وإذا صلى صلوات المستحبة فأكثر من ذلك هذا نعبر عن شعار الفاظ قليلة ولكنها تختزن الثقافة الإسلامية طبعا بالنسبة للصلاة هناك أمور أخرى أيضا ولكن نحن اقتطعنا منه الشاهد في كلامنا وإلا الصلاة تتضمن النظافة تتضمن الاتجاه إلى القبلة تتضمن أمور أخرى هذا له بحث ومجال آخر تذكير المسلم في كل يوم بقبلته وحثه على الطهارة والنظافة والغسل والوضوء وما إلى ذلك ولكن الآن نتكلم حول الجانب الذي نريد أن أتكلم عنه في هذه الحلقة وهو ما يتعلق بالشعارات الألفاظ المعلبة التي تختزن فكرة كبيرة مثال ثالث من حقوق الأبناء على آبائهم أن يحسنوا أسماءهم هناك أحاديث عندنا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تبين حقوق الأبناء على آبائهم لأن المجتمع هناك حقوق متبادلة الأب له حقوق على أبنائه والأبناء أيضا لهم حقوق على أبيهم الأم لها حقوق على أبنائها وكذلك العكس الزوج له حقوق على الزوجة وكذلك العكس ما عندنا حقوق من طرف واحد فقط الحقوق من طرفين زين من حقوق الأبناء على آبائهم أن يحسن اسمه يعني يجعل له اسما حسنا لماذا؟ لأن الاسم الحسن يختزن في داخله كثير من المبادئ السامية أو إذا كان اسم عظيم يسبب اقتداء هذا صاحب الاسم بذلك العظيم أما إذا كان اسم سيء فهذا حتى في علم النفس قبل أيام كنت أقرأ مقال حول هذا الموضوع أن الاسم السيء يؤثر سلبا على صاحب الاسم بحيث أنه قد يشكل له حالة من الانطوائية والانزواء والتنفر من الذات عندنا في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الرسول يقول إذا إنسان رزق بأربعة أولاد ولم يسمي أحدهم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول يقول فقد جفاني هذا جفاء بحق رسول الله صلى الله عليه وآله من حقوق رسول الله على المسلمين أن كل واحد الله عز وجل رزق بأربعة أولاد يسمي أحدهم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله ولذا نشاهد هذا اليوم في عالم اليوم أن أكثر الأسماء انتشارا في العالم هو اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن المسلمين إكراما لرسول الله وكرامة له يسمون أبناءهم باسمه الشاهد أن هذا الاسم ولو هو اسم مركب من حروف قليلة أربعة خمسة ستة سبعة حروف لكن هذا الاسم يختزن معاني إن كان الاسم حسناً يختزن معاني حسناً وإن كان الاسم سيئاً يختزن أمور سيئة فلذا نجد أن الإسلام يحتم اهتمام بالغ بالشعارات ليس شعار مجرد لا وإنما هذا الشعار يختزن الفكر فالطفل من اليوم الأول تتكون له بالتدريج لبنات فكرية هذه اللبنات الفكرية تقولب بقالب تعلّب بعلبة لفظية إذا جاز التعبير وتستعمل هذه الألفاظ للدلالة على مخزون معناه كبير نحن نجد أن الإسلام لتركيز هذه الأفكار إلى تركيز أيضاً على الشعارات الصحيحة والنهي عن الشعارات غير الصحيحة في المقابل في المعركة الثقافية نجد أن الآخر الذي يعارض الإسلام أيضاً يحاول أن يجهز ألفاظاً أو يقولب الألفاظ بقوالب يعلّبها بشكل ألفاظ معلّبة جاهزة هذه الألفاظ المعلّبة الجاهزة تختزن ثقافة أخرى تضاد الثقافة الإسلامية أنا أمثل لكم مثال مثلاً نحن كثيراً ما نسمع بعض من تركوا فريضة الحجاب الساتر من الواجبات على النساء وهذا من الضروريات في الإسلام ودلّ عليه القرآن الكريم بوجوب الساتر على النساء إلا من المحارم وهناك آيات من القرآن تدل على ذلك وهو من ضروريات الإسلام زياد هناك ثقافة أخرى هذه الثقافة لا تؤمن بالحجاب بل تعارض الحجاب لماذا؟ لأن هذه الثقافة تؤيد الإباحية تؤيد الفساد تؤيد انفراط العلاقات الزوجية والأسرية وتؤيد وتؤيد طبعا الحجاب يعني الساتر يكون سدا أمام الفساد مقتضي لتقليل الفساد فلذا لأنه يقف الحجاب بمعنى الساتر سدا أمام تلك الثقافة فيجب أن يعارض هذا الأمر ونشأهد في عالم اليوم كيف يعارضون الحجاب؟ في فرنسا من باب المثل مع أنها تدعي أنها مهد الحرية وأنها مهد الليبرالية الليبرالية التي تؤمن بالحقوق بالحريات الشخصية مهما كانت نجد كيف القانون يحارب الحجاب بحيث أنه يمنع المحجبة من حق التعليم في المدارس الحكومية ما دام هي محجبة لا يحق لها أن تستفيد من التعليم في المدارس الحكومية وكما نشاهد مثلا في تركيا معركة الحجاب معركة طويلة وإصرار على منع الحجاب في الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية وما إلى ذلك وشاهدنا خلال الفترة الماضية كيف أن هذه المعركة كانت معركة شديدة جدا زي طبعا بين قوسين نقول أن البشر أجمع هم متفقون على أصل الستر لكن الخلاف في مقدارة حتى في الدول الغربية لا يسمحون في الأماكن العامة بالتعري بل القانون يقول بلزوم ستر مواضع من الجسد فأصل الحجاب يعني أصل الستر لا خلافة فيه بين بني البشر من الأمور الفطرية والضرورية لكن الإختلاف في مقدارة وفي كميتة هل يجب أن يشمل جميع الجسد أو يستثنى الوجه أو الكفين أو مثلا يستثنى أمور أخرى على كل حال الشاهد أنه لا نريد أن ندخل في موضوع الحجاب ولكن كشاهد الآن إذا ترى مرأة مسلمة مثلا سافرة تقول لها لماذا أنت سافرة الجواب يأتيك عبارة معلبة مقولبة بأنه المهم أن قلبك يكون نظيف قلب المرأة يكون نظيف فسا لابس حجاب له مو لابس حجاب ساترة نفسها لو مو ساترة نفسها مو مهم المهم أنه القلب يكون نظيف زيان يقول أن تقول بأنه هل هناك هل المرأة المحجبة التي قلبها أسود أو ترتكب المعاصي خفية أفضل أو المرأة الشريفة السافرة التي قلبها أبيض مثلا هذه عبارات عندما تشوف هذه عبارة هذه فتقالب وعلبة لفظية بالشكل الجميل تعرض عليك ولكن هذه مغالطة لأجل تسويق ثقافة معارضة للثقافة الإسلامية ولأجل تسويق ثقافة تتعارض مع تعاليم الدين الإسلام وإلا إذا هذا المنطق كان صحيح واحد يمشي بسيارته يخالف قانون السير إذا شرط المرور قال له لماذا خالفت قانون السير يقول المهم أن قلبي يكون أبيض مو مهم أنه آني بأي سرعة أمشي المهم أن قلبي يكون أبيض مو المهم أنه عندما الإشارة حمراء تكون أتوقف المهم يكون قلبي أبيض مو مهم أنه مثلا أراعي القانون يعني هذه مغالطة واضحة جدا لا يقبل بها أي واحد إذا التفت في أي مكان ما يستفيدون من هذه المغالطة إلا في بعض المسائل الدينية يعني فدقالب وفدعبارة هذا القالب وهذه العبارة تختزن ثقافة وفكرة تتعارض مع الفكر والثقافة الإسلامية فبناء على ذلك نحن في عالم اليوم من أدوات التعارض والمعارضة مع الثقافة الإسلامية إيجاد قوالب لفظية جميلة في الظاهر تأخذ بالألباب والأسماع لجمالها الظاهري ولأدبها مثلا ولكنها تختزن ثقافة معادية تماما للثقافة الإسلامية مثلا مثال آخر عندما يريدون التنقيص أو معارضة بعض الشعائر الإسلامية الدينية يقولون عجيب الناس وصلوا إلى القمر وأنت لازلت تضع جبهتك على التراب مثلا الناس وصلوا للقمر ولازلت أنت تمشي في موكب حسيني الناس وصلوا للقمر ولازلت أنت تفعل كذا وكذا وكذا هذه عبارة عندما تقال لأي واحد مغالطة جميلة اللفظ جميل الناس وصلوا للقمر وأنت مثلا تمشي في موكب الناس وصلوا للقمر وأنت ترمي جمرة في الحاج الناس وصلوا للقمر وأنت تفعل كذا الظاهر عبارة جميلة لكن هذه تختزن يعني المقصود من هذه العبارة وأشباهها ضرب الشعائر الإسلامية الدينية ضرب الصلاة ضرب الصوم ضرب الحج ضرب الشعائر الحسينية وما إلى ذلك مع أنه لا يوجد أي ارتباط الناس إذا وصلوا إلى القمر ليس لأجل أنه تركوا المسيرة في الشوارع لقضاياهم ليس لأجل أنه تركوا الذهاب إلى أماكن عباداتهم ليس لأجل أنه التزموا بثقافتهم الدينية أو القومية أو الإقليمية وإنما الناس إذا وصلوا إلى القمر بسبب أنه طوروا جامعاتهم طوروا علومهم اهتموا بعلمائهم النظام السياسي كان نظام صالح في شيمنة الديمقراطية بحيث تتفتق القوى البشرية الفكرية وأسلوب مناسب للدراسة وهناك إمكانيات موجودة تخصص للعلم والعلماء زين اكتشفوا بعض القوانين الموجودة في الكون وتمكنوا من تطبيق أنفسهم على تلك القوانين ووصلوا إلى القمر ليس لأجل أنه تركوا ممارساتهم ولا تشوف كثير من مثلا علمائهم في مجال العلوم الطبيعية في ممارسات اليومية قد يرتكب بعض الأمور القبيحة مثلا لماذا؟ لأنه هذا ما إلى ربط هذا عمله الشخصي في بيته أو في ناديه أو في أي مكان هذا مرتبط بجانبه الشخصي أو جانبه الاجتماعي واختراع مربوط بجانبه العلمي التجربي شيء غير مرتبط بشيء آخر يعني في مجال إذا واحد كان عمل صحيح هل معناه أنه في مجال آخر عمل أيضا صحيح؟ قد يكون عمله غير صحيح فالشاهد أنه هذه العبارات المعلبة المقولبة تأتي لأجل ضرب بعض البناء الفكرية في الثقافة الإسلامية ولأجل تركيز بعض البناء الفكرية للثقافات المعادية للثقافة الإسلامية فحاصل كلامنا في هذه الحلقة هو أنه من أدوات نشر ثقافة أو ضرب ثقافة هو استعمال الشعارات أو حسب تعبيرنا العبارات أو الألفاظ المعلبة المقولبة التي ظاهرها جميل وتخدع عن الناس وتأخذ بالألباب ولكن في الوقت نفسه تتضمن أفكار سيئة وثقافة سيئة وحضارة سيئة فبناء على ذلك نحن علينا أن لا ننخدع بالشعارات البراقة ننظر أن هذا الشعار يعكس ماذا ثم علينا أن نهتم بشعاراتنا الإسلامية وبشعاراتنا الدينية ولا نهتم بمن يقول أنه ما فائدة هذه الألفاظ أو هذه الشعارات الإسلامية أو الدينية إن شاء الله في الحلقات القادمة سنتكلم حول مفردات أخرى من مفردات الثقافة الإسلامية وكذلك الثقافات الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر